شدد الرئيس القبرصي على أن مصر لها دور فعال في مكافحة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية كما أكد الرئيس القبرصي أن مصر من أهم وأكبر شركاء قبرص في منطقة شرق المتوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنه سيتم خلال الشهر الجاري توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الكهربائي بين البلدين تناقشنا بخصوص العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي ونقلت إليه لمرة أخرى إصرار الدولة الكبرصية أن توصل إلى اتفاق شراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي نحن نرى أن مصر هي أهم وأكبر الشرقاء للاتحاد الأوروبي في كامل منطقة الشرق الأوسط في أفريقيا وهو حجر الاستقرار وأساس السلم في منطقة الشرق الأوسط المتوترة وطبعا لديها دار فعال في محاربة الإرهاب والحد من الهجرة من أفريقيا والشرق الأوسط إلى الاتحاد الأوروبي Μια φορά θα ήθελα